اشتركوا في القناة مش فاهم وانا صغيرة كنت بخاف من الضم كنت بفتكرها حاجة وحشة دلوقتي انا بحبها قوي بحس انها الحتة الوحيدة اللي باستخبق فيها من عيون الناس بصلا اكتر حاجة بكرهها عيون الناس وكلامهم ده كلام كبير قوي انا جوا ده كلام حقيقي اقولك على حاجة تانية قولي انت مثلا هتفضل معي قد ايه شهر اتنين تلاتة الاخر هتمشي وتسمي واول ما تفكر تمشي هتاخد معك كل حاجة البيت اللي انا عايشة فيه ده حتى الهدوم اللي انا لابساها لا يا ناجوة بس انا مش وحش قوي كده وانا مش كويسة اصلا عشان تبقى انت كويس صد ده انت داقتيني من نفسي والله انا اسفة ما كانش قاصدي انا عارفة اني مانفعش اقول الكلام ده لا بالعكس انا مبسوط ان انت بتتكلمي معي طب بقولك ايه ما تيجي نخرج يلا هتحب نروح فانا اي مكان اي حتة تنفس فيها وشم هوا احس اني بعيدة عن الناس احس اني حرة فضل يلا يلا فعيلي يلا قلت اصبح عليك صباح الخير يا سيدي اعمل ايه ازاي كده وازاي ساجد انا تمام ساجد بقى من الواضح ان انت باش عايز تشوف ايه ده ايه لا ايه كلام ان انت بتقوليه ده لا انا مش بقول ايه كلام ولا مرة كلمتيني سألت عليه ولا حتى قلتيني اجيبه هنا مع ايه يا سيدي ما انا قلتلك مئة مرة خليجي يعيش معنا في الفيلا هو يبقى مع اخواته لا يا خالد انا لازم احس ان انت بتحبه بجد من قلبك خالد ممكن اتكلم معاك بشكل غير رسمي شوية اكيد طبعا انا عارف ان فيه حاجز نفسي بني وبينك وانه مهما كان مش هتقدر تنسى اللي حصل بس انا ما صدقت له انسان طيب واحنين بيضحي باي حاجة عشان اللي حواليه بيخاف علي ممكن في يوم الايام يحبين انا ويبني انا مجد متشكلة على كل حاجة انت عمدتها عشان يا خالد انا ايه حاجة من رحيت يوسف الله رحمه بابا اوه عارف يا خالد انت غير يوسف خالص في كل حاجة يوسف دايما عصبي بيتنرفز متوتر اوه كان دايما بيزعالي كان بيمن طاقة سلبية فضيعة لللي قدامه بس انت لأ تبتدي طاقة وامل لللي قدامك حتى لو انت عندك امو الدنيا ممكن اطلب منك طلب يا خالد اكيد اوه اوه تتخلى عني انا وابني مهما حصل احنا مناش في الدنيا دي غيرك تخفيش عن ازنك موسيقى صباح الفن صباح العسل تعال 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 عامل ايه؟ قايف الحمدلله ايه الاخبار تمام انت عامل مع نور تشمعنا نور يعني زي ما كن بتتطمن على حيك عزق طاقة ملع سكوني غيرت رأي كل حاجة لا نور خلاص بقى هنا والله طب الحمدلله ابقى سأل على ملقة عشان عيانة ايه؟ عيانة؟ ايه؟ انت اتخطفت كده ليه؟ مش قصدي والله ان انا خدك يعني بس اي عندها برد مش اكتر زي اي حد في الدنيا لا ما تخدتش لحاجة بس يعني اصاب صراحة بقى بنت كويسة جدا هيلة يعني ايه؟ وجميلة وحلوة ودن بقى خفيف كمان اتفضل يا ماشا اتفضل لا دي مؤامر علي يا بقى انا مؤامر علي حاجة ده قدامك اوضح اتنين هتلاقيهم في مصر بالزبط كده والله يا فيلسوفا انت وبقى بتفسمو على ايه؟ بنرسم على حاجة بقول لك على حاجة عارف ايه اسوأ احجة ممكن ترافق بني ادام؟ انا عارف ايه اسوأ حاجة ممكن ترافق بني ادام قولي قولي الم يبقى دايما نفسه في حاجة كده ويقعد قولك انا؟ لا خالص ده انا مينفعش انا عمري ما فكرت فيها والكلام بقى ده انا عارف هذا ايه خبت الدمو تبتكلم علي ايه بظلط؟ بنتكلم على حاجة شايفينها وعايشينها يعني أموماً أنت بقى تسليمني عليها أنا ما أتكلم إيه البت دي سيبكم البت دي خليني في المهن عملت إيه في العود بتاعتي مع الداوي تمام كله تمام عملتها زي ما أنت عايز بالضبط بس فيه باندي كده أنا غيرته ميه باندي إيه يعني أنا شايف إن الاندماج ده يبقى في المشروع نفسه لكن إن الشركتين يندمجوا مع بعض لا ما أعتقدش لأن ده ممكن يعمل لنا مشاكل قدام أنا شايف كده فعلاً والتكلمك في الحكاية دي هيا يا حبيبتي إيه ده معقول طي 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 ما تيجي ده أنا قاعد في المكتب العماده هو أوه طي طي خلاص دخولي مكتبي وأنا حاجة لك يلا سلام يا حبيبتي ما أغزب مدام أصلاح موضو ده عندي في المكتب وعايز أتواج معينا والله لا لا براحتك براحتك طبعاً تفضل يعني لو عايز يعني كمان نولع لك اللمبة الحمد احنا ما عدناش مانع لا 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 ما عمر دي دي المدام لو سمحت عايز أكلم حضرتك في موضوع مهم خير خير يا شيمان آآ مختار أنا أنا عايز أقولك على حاجة من السنة مش عارفة يعني أنت هتتقبلها إزاي في إيه يا شيمان شكلك اللي هان في إيه قبل ما قولك على الحاجة ديت أنا أنا عايزك يعني عايزك تصدقني في اللي قاله لك ما يصدقك بس خير في إيه يا شيمان مختار أنت عارف أن أنا كنت صريحة معاك و مخبتش عليك أي حاجة ومش عايزة فلوس ولا شقة ولا أي حاجة حتيجي في دماغك دلوقتي في إيه يا شيمان طيب أنا حامل حامل مختار أنا أنا مخططتش لحاجة خالص والله ولا كان في دماغي إنه ممكن أخلف منك ولا أي حاجة ممكن تيجي في دماغك دلوقتي مختار أنا مش هنزل اللي في بطني ومش عايزة منك فلوس أنا هروح أغطفق قطي لفوق السطوح وهرب ابنك مختار أستاذ مختار كنت عايزة أخو أستاذ مختار ما فيه فيه إيه برفض تلحقيني فيه إيه غيني مختار قلت له أنا حامل سبني ومشي إنت حامل هايوة حتى قلت له أنا مش عايزة منك أي حاجة شكلك ده يتيه في الكلام خالص بولك قلت له مش عايزة منك حاجة خب تعالي تعالي شكلك عالكيتي تعالي بس تفهم فيه تعالي قرار قبول الاستقالة ده أمر يخص الأساس مختار صاحب الشركة أنا عن نفسي هسيب المكتب هنا وهرجع المكتب بتاعي أنا محامي ولولا الظروف اللي حصلت دي ما كنتش أسيب مكتابي أبدا مم هم هو من واضح كده أن أنا وجودي أو عدمه مش فارق معكم لا هو واضح أن أنت يعني عايزة تعرف في غلوطك في الشركة مش أكتر لا هو الحقيقة بس أنا مش متعودة أن أنا أشتغل في مكان مش عايزني أو شايفني أقل من المكان اللي وضعوني فيها غريبة مع أني يعني تكنت شغلة في الشركة وإنت كنت المديرة على لاي ومع ذلك الشركة حطت ليلة في مكانة أعلى منك وإنت مع ترطيش ولا طلبت أني تسيب الشركة أه فعلا هو دا حصر طب إيلا حصر؟ أعز تسيب هنا ليه؟ حدث عليك؟ لا مش الفكرة بس أنا أنا أنت إيه؟ أه فهمت فهمت عشان نور يعني وميرفظ؟ لا 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 إطلاقا أنا نور دا شلته من دماغي من زمان يعني أنا وهو ما نفعشل بعض خالص كويسة بالمناسبة كنت أهل سألك عن حاجة كده؟ أتفضل يعني أنت عارف يعني أي حاجة حاجة يعني مسيئة عن نور في شخصيته أو حاجة إحنا ما نعارفهاش؟ لا الحقيقة هو الولد كويس جدا بس أنا وهو يعني ما ينفعش نعيش مع بعضه آه مع أنه يعني هو حد مكتهد جدا وممتياز بصراحة حتى الأستاذ مختار لما راح زاره في الكافي بتاعه بلاقي شغل كويس أوه عميد إيه فيه؟ أستاذ مختار نزل من هنا متضايق قوي حالته صعبة جدا ليه في حاجة حصلت؟ كان متعصب قوي أصل شامقة جات له هنا وقيت له إنها حامل أستاذ مختار أنت فين؟ طب طب خليك مكانك أنا جاي لك حالة يا الله سلامة هل تعمل ليه؟ هروح له طبعا أستاذ عماد كلمت بختار؟ كلمت أه طب هو فين؟ أنا حاسي كنت تطميني ما تقليش هو كويس أول ما وصله إن شاء الله هكلمك عشان تطميني طب إحنا هنيجي معاك أحفظ لا 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 خليكم أنت سلامة أستاذ عماد قوله أنا محتاجي له حاضر يلا سلامة تعيي نعود شوية تعالي تعال أجيب لك حاجات شابية أنا رأي أنك تغلق أجازة لا طبعا يا دكتور أنا رأيت في البيت هموت من ملل والتفكير طول ما أنت بتخبع لها مش أقدر وصف لك الإعلاج المناسب لأنني مش قادر أعرف إيه اللي تعابك في الحقيقة يا دكتور صدقني أنا نفسي مش عارف إيه اللي تعابني لا 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 مصحيح أنا متأكد أنك أنت عارفة كويس أو إيه اللي تعابك يا ليلى أول خطوة للطريق الصحيح للعلاج هو أنك تعترفي بالشيء اللي مسببلك القلم يا دكتور صدقني لا يمكن أصدقك أنت مش مريضة أنت بتعاني من حاجة بتغربي منها حاجة بتحاولي تثبتن نفسك أنك أنت مش السبب فيها يمكن القضية بتاعتك لا طبعا لا خالص ما لا هي دي أصلا ابنك فين؟ ابني عند عمتي عمتك؟ ما قلت ليش يعني قبل كده أنك انت لك يا عم أه يا يعني الحقيقة مش عمتي يا عمتي هي مراتة عمية وأنا أحيانا بقول لها يا عمتي أه وأنت مبسوطة أن ابنت معها؟ أه طبعا مش أهلي وباصك فيهم جدا كمان وبعدين أنا لو جرري حاجة مروش حتة تانية يروحها غير عندهم أنا ما سألتكيش على الوضع المفروض عليك أنا بقولك أنت مبسوطة أن معهم؟ يا دكتور أيها مبسوطة طبعا بقولك أهلي وباصك فيهم جدا كمان دكتور هنجزنك أنا عنز معاد مهم ولازم يمشي تفتكري هيكون في أمان أكتر معاك ولا مع أهلك؟ جرري يا دكتور بقولك أنت عبانة مش عارفة نام اديني منوم أو مهدئ تقولي ابني ما لقبني بكل ده؟ وأنا شايف أن حالتك مش محتاجة لا منوم ولا مهدئ عن أذنك يا دكتور هيعرفني أكتر من نفسي ده؟ أقوله مش عارفة نامي يقولي ساجد خايفة عليه ولا لأ؟ ابني مش خافة عليه إزاي بس ده أنا بخافة عليه من هو الطير كمان القلبي بيتقطع ومش معي والله يا هو المجنون أنا أصلا الغلطان إن أنا روحت له اسمي أتكلمه نيرا ما هو بيعرجة بقاله سنة يعني إلا حاصل بلا حاجة أنا لازم أروح لواحد تاني بيفهم أحمل إلا وتسجنت ابني هيعيش إزاي؟ وأنا ليه عملت كده بس أنا اللي هدمته أنا اللي حرمته منه أنا اللي ضيعته وخليته هو لسه في اللفة منوش مستقبل أنا ستمنت أنا ستمنت أنا ستمنت أنا السادس مخطوة د drafted لو عايزنا جيلك قواتي تاني انا ما عنديش مانع لو انت يعني حال بتقعدنا وانا فساك لا بالعكس انا خلاص بيت قويس شاما بقى بعتلك معي رسالة ايه خير بتقولك انها محتاجة لك قدها قد كنت متخيل عماد ان انا ممكن اسيبها ومرزعلت ليه لما قلتلك انها حامي مزعلت يا عكس ما هالسا هتباقلوها على واحد الارض ومرزبتها ومشيت ليه هتصدقني لو قدرك ما عرفش قولي ساعتها خفت خفت من المدعمات محمد الله بعد الشر عليك بتقول ان شاء الله هتقيش وهتربي وهتطلع عينك وهتبقى مش عارف تعمل مع ايه وفي ساعتها بقت من دالة دول الحق نعمات شوف لي حالي مع الودة وانا ايه هزد بطولك انا عمري ما زال منه ابدا بطولك ربني سعيدك رب على فكرة انا اتكلمت شايماء وولتنا انت هنا جد انا زعلنة منك يا مختار ايه بس علشان سبتني ومشيت طيب هسازنا لبقى كويس ان اطمنت عليك سلام مبروك الله يبارك فيك انا زعلن منك انت اللي زعلن ولا انا ولا كلمة اه ساعت من ايه ادم حلوش الارض بجد يا مختار طبعا عارفة اقول مرة من سنين طويل قوي احس انه ببتنفس بقولك ايه ما تيجي بعد ما نتغدى ننزل نشتري ايه حاجة البيبي هو صحيح ولد ولا بنت يعني قدامنا ثلاث شهور على ما نعرف شما ولد بنت كل اللي يجي برو منا كويس شايماء او انت حسيت بيه اول معرفتين اتحان حسيت ان عايزة اجر عليك واقولك وفي نفس الوقت خفت من الافكار اللي ممكن تيجي في دماغك شايماء شايماء انا نزعل منك عشان فكرتي فيها بشكل ده ما عليش يا مختار سمحني موسي اخر مرة هسمحلك انك ما تسقيش فيها السيقة كاملة تبعرف ان انا بحبك بحب البلد نجوة انت بتفكري في ايه قولي هي ريم دي مهمة قوي يعني شو فيه هقولك ريم دي راجم انها بنت صغيرة لكن مؤدة شطرة جدا البرنامج بتاعها بحقق اعلى نسبة مشاهدة ده غير بقى انها تقدر تبروزها وتخلي الرأي العام كله معها طبعا انا عايزة قابلها خلاص يا اتفقت معاهم اتفقت معاهم طب و ايه المشكلة اتفقت معاهم وتتفق معانا قولي اني انت عايزة ايه بالزبط انت عارف ان المعداوي رجع رجاء لعسماته ثاني هو عارف و ده همنا في ايه لأ طبعا يهمنا ما هي طالما رجعت المعداوي وبتحاول كمان تصلح صورتها اعلاميا يبقى في حاجة بتحصل و احنا لازم ناخد بالنا منها نجوا انا شايف ان انت واخد الموضوع شخص شوية خلاص هي في طريق واحلة في طريق طريقها غير طريقنا استنى ما اجبلك العصير رجاء خلاص لقيت نفسها مش هينفع تغير المعداوي عشان طبعا ما حدش هيبص في اشهة بعد ما بقت ولا حاجة ولا كمان تقدر تشتري حد يقف جنبه لا بالفلوس ولا بالعلاقات يبقى الحل ايه اه ايه هي دلوقتي مش شايفة قصادها غيرنا صراعها هيبقى معانا احنا وبس وبما ان المعداوي كمان ندلينا يبقى هي لازم تفضل معاه وعشان ترجع تاني النفس المكانة اللي كانت فيها تبقى محتاجة اوة اوة في رأس المال اللي هي المعداوي واوة في الرأي العام اللي هي يا ريم خلاص ايه بقى نضرب القوتين دول بالضبط بلك انت لو رأتك رجاء ناوية تلعب في ملعب تاني بعيد عننا والله هيروح لحد عندها حط ايدي في ايدها واقول لها انا معاكي انما دي عايش تلعب في نفس الملعب لا وكمان تجيب جون ده بعينها اماما طب كلم ري اوكي طب اكل الاول لا اكلمها الاول لا يعني كان اجوى انا ميردش لي ده بس اوه اهلو ماذاكي خالد انا كنت عايزة قابلك ضروري لا عايزة قابلك بسرعة معلش اوكي باي باي ايه مونيرا بتعملي ايه؟ بعمل شاي بتعملي معاكي؟ اكيد يعني برضالي برسيها بتسلم ايدك طلبت من عماد ان هو يوافع على استقلتي قال لي ان مختار هو لبكر عائزة رفيش طب انت الشامanche ليه؟ طعبانة اعصابي طعباني محتاجة ريح نفسي شوية بعمم يعني عايزة قصدك تسافر حتة ستراحي فيها؟ بالضبط كده تراحي شرج هياح له جدين فعناس الناس نعربها ياخط بعضهم من منك انت في هذه غلط على فكرة بخصvirها بخصها به ايه؟ احلوف عينك ياحرام بعد ما بقى في ايد غيرك هاو انت عبيطة ياليلة مش عبيضة انا فعماك كويس قوي بس انا حب رايحك وقالك النور مش هيرجعلك خلاص النور خلاص بقى يحب مرفض شايف هم الناسبة ليه اكتر منك بكتير هو انتي بتتكلمي كده على اساس ان ده فعلا انا عايزاه ليه يعني؟ يا حبيبتي انا نور ده شلته من دماغي خالص لا 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 يا حبيبتي انت باش شلتهش من دماغي يا مونيرة يا مونيرة اتبتشيش حد من نوفك خالص تعملت وحشري واحد ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع دماغيك بقى تقدك كده وهتنفجر خلاص يا حبيبتي عايزة مين عايزة عميد عشان عميدة موحيم كبير ومشهور ومناسب نوعا ما وهنفعك في حاجاتك تصير حتى نور الوحيد اللى حبك كان بيتمنى لك الردة ترضي وكان مستني اشارة من ايد حضرتك بس في الاخر بردو سليك ورا ماكي حتى يوسف مشلتش عينك من علي بس مش عشان خاطر كنت بتحبيه عشان كنت مستخصرفة يا وبس عملت ايه مع خالد يا ليلة ابقى سلميلي يا علي سلملك عليه ايه انا عارف ما بشوفش خيلد وما بكلمش معه اصلا يا بنت احنا مصحاب يعني طيب ماشي ماشي ايه مالك توترتي كده ليه خلاص يا حبيبتي ما احنا كلنا عارفين ان انت الطيبة البريقة الحبوبة اللي كل الناس بتحبك وانا الشريرة الوحشة حفظنا الموال ده خلاص مش لازم كل شوية تفكريني ان انا اللي باجري ورا الرجالة واختافهم منك طيب اكويس انت فكرهم خلص انا مش هفكري كديني وانت كونت نصف والاخر نحن لانحتاج إلى شخص آخر نحن نحتاج إلى صديق وحبيب يكمل معنا مسيرة الحياة مهما كان بيننا من اختلف فمن المستحيل أن يتشابه إثنين ومن المستحيل أن تطلق الرغبات كاملة ولكن هناك من يقبل أن يعيش معي وأنا كما أنا يوجه ويحاول أن أكون أفضل منه ولا يسعى إلى أن أكون نسخة منه هذا هو الحب الذي لهم موسيقى ولا حبيبت قلبك آي بابا فيه واحد عايزك برا مين أستاذ عماد أقوله نايمة ولا لا 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 طمام أحد إذنك يا بابا موسيقى مستزامي أنت إزايك؟ ما كانتش في دقيقة تتعب نفسك ما تقوليش كده الناس القريبين من بعض لازم يتعبوا عشان بعضي وبعدين أنت مش مجرد يعني موظفة في الشركة لأ أنت شريكة في المكتب دلوقتي بولن سيتي أنا أسفى أني قلت كده يعني وأنا بصراحة بسحب الطلب ده أنا قلت كده لأني كنت عارفة ومتأكدة أني هقدر أدي حاجة للمكتب بس خلاص الحمد لله أنت رجعت لمكتبك يعني مش محتاج حد معي مين قال كده بقى أنا فاهمة ده كويس ومش محتاجة حد يقوله لا أنت غلطة ولا بقى العلمك بقى أنا محاني ضعيف جدا ومحتاج المساعدين شاطرين زيك عشان كده جيت عشان أضحك عليك عشان تبضلي في المكتب طب والشركة أنا معنديش مانع تبضلي في الشركة وفي المكتب وبعدين شركة أستاذ محتار دي كانت بتاعتين أنا بصراحة كنت أحبّى شغل في المكتب أكتر أنا قبلت الشغل في الشركة علشان مرتب كان أحسن يعني وزهقت من كتر مرمطة مكاتب المحامات بس أنا متأكدة يعني أن أنا معيك هبقى مبسوطة وهتعلم حاجة وأقدر أعمل إسم يعني أنت موفقة؟ أه موفقة صحيح قالوا لي أن أنت كنت تعبانة يعني بس أنا شاف أن أنت كويسة أولا أولا بس كنت تعبانة أحابة كده وبصراحة يعني ما كانش ليه مزاج أنزل كان عندي شوية حاجات شغليني كنت محتاج أفكر فيها إيه هي؟ لا مش ليه الدرجة دي يا أستاذ عماد دي حاجة خاصة بيه لا 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 إحنا قلنا إيه بقى الناس اللي قريبا من بعض بيتعبوا عشان بعض وما بيخبوش حاجة عن بعض لا إحنا قلنا الناس اللي قريبين من بعض ما بيتطفلوش على بعض ماشي بتشرف إيه؟ ايه عندكو أيه؟ كل حاجة أي حاجة ادعلي هنا أقولك إيه؟ وأنت فأهم البيت عندي هنا لقندا ولا بنسيون عشان يفضل قعد عندي؟ هيقعد عندي هيقعود عندي إيه عافية يعني هيقعد عندي ولا إيه؟ أنا مش فهم إلي مخليني مستحملك من قاصله تحترم نفسك وبعدين إحدى بقى إحنا دخلين على التقيل إحنا هنقعد عندك يومين ثلاثة كده لحد ما نلاقي شقة بعدين جرى إيه هنوش هو إحنا مش كنا متفقين إن إحنا هنقف جنب بعض في دهر بعض لحد ما كل واحد فينا يعوض اللي خسره ما تقلقش والتنح قوي كده مش هنقعد عندك كتير والله أنا ما عارف إيه اللي مخليني مستحملك كده هولا هولا إيه حبيبي فيه إيه خير إيه مالك مالك سعلانة كده يا حبيبتي لا أفدا أنا كويس الحمد لله طيب قوليلي إيه عمل معاك إيه الكلب دوت عمل معي كتير أوي فوق ما أنت متخيل ماليش على عموم نهاية أعنابط أحشوفي يا ربي خيلو يا ربي أحشوفي مختار ما ردش عليك قافل تليفون تبتاخد رأيي لا الشينكي نقولك على حاجة أنت مش واخد بالك منها أنا مش عايز أخد بالي من أي حاجة أنا بس عايز أثبت للهب لدول أن المعداوي قادر قادر يلعبهم عايز أبغوظ لهم المخطط اللي هم بيعملوهم اللعبة اللي بيلعبوها لازم يعرفوا أن أنا لسه قادر ألعب كويس على فكرة أنا مش جاي تكلم معاك في شغلة خالص أنا جاي أقولك حاجة تانية أنت جدع قوي يا معدابي وأنا غلط فيك غلط التقدير علاقتي بيك أنا عايز أبقى معاك مش عايزة علاقتي بيك تبقى بالشكل اللي هي عليه دلوقتي يعني إيه مش فهل أنا مش هقولك نحب بعض عشان أنا وإنت ما نعرفش يعني إيه حب مش عشان حاجة والله بس أنا وإنت الحياة اللي عشناها أخدت مننا كل حاجة حلو إيه كلامك كبير ده مش كلام كبير ولا حاجة أنا بس بعد ما بقيت لواحدي سمعت صوفيا وخالد قالوا لك إيه وفكرت في كلامهم وسألت نفسي أنا فيلم الدنيا دي الناس بتبصيلي إزاي لقيتك أنت واقف جنبي بتمديلي إيديك حسيت إن ربنا بعيت لإشارة عشان تجي من أول وجديد لا أنا ما مدتش إيدي إنت اللي جيتي وبعدين لما مدت إيدي ليكي ما كانش حب يعني ولا عشان إنت صعبت علي ألأ إنت فاهمة أنا عارفة إنك عايز تقول إن أنا جيت لك زحفة بس ده مش عيب بالعكس ده حماني حماني وخلاني عايزة تجي من أول وجديد مش قادرة أصدقك لكن على العموم قدينا مع بعض أنا محتاج لك محتاج واحدة ستي في حياتي عشان أنا مقدرش عايزة لوحدي وعشان أكون منصف بقى نسيب الدنيا هي اللي تحدد علاقتنا ببعض طب لو الدنيا عايزنا نبقى مع بعض أرجوك ما تقولش لأ الدنيا الدنيا دي غريبة قوي لما كنت محتاج لها قدتني ظهرها وطلعت لسانها وشاطتني زي كرة الشراب ولما بقيت مش محتاج لها بقيت طبطب عليها وتبوص رأسي عشان كده أنا مش عايزك تأمن لها أبداً أنا عمري ما أمنت للدنيا بس كمان عمري محد دني الأمان موسيقى موسيقى